والله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أولحاج جزاكم الله خير على حسن الاستماع وجزا الله خيرا أخونا الشيخ محيدين على هذه الكلمات الطيبات نسأل الله أن ينفعنا بها وبعد هذه الحلقة التي قامت من باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وهذا الحديث هو لكل المسلمين قال الدين النصيحة الدين النصيحة لكل مسلم له أن يقوم بالدين وهو نصح المسلمين قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه الإمام مسلم من رأى أي كل مسلم وهذا خطاب لأي مسلم ربنا خلقه أي ذول اعتقد دين الإسلام ودام به الله عز وجل رأى النبي صلى الله عليه من رأى أي يا مسلم إذا رأيت المنكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده تغير بيدك وهذا لولي الأمر يعني زول يضرب زول ولا يقول لي تليسوا غلط ولا يخنقوا ولا يدكف دي ما حقتنا نحن ولا حقت أي مسلم دي حقت أولياء اللي مور منو ديل دا الحاكم الحاكم العام والأمر العام الحاكم المسلم أو من يمثله الحاكم طبعا عنده عوان الشوطة الجيش الأمن غيره ديل يعني السلام كفل أو أكفل لهم هذا الأمر هم الذين تكفلوا بهذه الأمر وهو إنكار المنكر باليد وإغامة الحدود يعني لو في زاني لو في زول قبضو بيزني ما نقول الله نقوم عليه حد الزنا إذا كان ما مزوج ندي مية جلدة نخد في السوء واحد يجلده لا نحن كان قبضنا نمش نوديه الجهات المسؤولة عشان تطبق فيه حد الله عز وجل الذي يسرق ما طوالي من نقتعيده الذي يقتل ما نحن طوالي من نقتله فالحدود والأمر بالمعروف والنهي على المنكر الذي يكون باليد هو للسلطان الأعظم المسلم أو ما ينوب عنه أو لأولياء الإمور خاصة دي المنو ديت في بيتك مع أولادك مع زوجتك ربنا لي زوجتك أزليك بضربها وهجرها وغيره ف ده أيضا يجوز للمسلم في بيته مع أولاده أو زوجته أي غير المنكر بيشنو باليد الحاجة التانية وهي إنكار المنكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وده لأجيزه المسلم عنده علم بشر أدعو إلى الله إلى الله على بصيرة من أمري أو على بصيرة ف إذا كان لسان له بصيرة وعلم أن المنكر منكرا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على بصيرة أنا ومن اتبعني أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى المعروف وينهى عن المنكر على بصيرة على علم على معرفة على دليل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أنا قلت أمر زول هنا قال لك أمر ما داك دليل ما تأخذه لأنه ربنا ألزمك بالبرهان وبالدليل زول نهاك عن منكر ما داك دليل إنه منكر ما تأخذ كلامه يعني إنت تفتجي من هناك كلامك دا غلط يا زول وكلامكم غلط عندك برهان قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين عندك دليل عندك بينا تعال بينا ونحن مسلمين بنقبل لأن المسلمين كلهم كلهم مرجعون إلى الكتاب والسنة عندنا بي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة اختلفنا في حاجة أنا قلت الحاجة بي صاح مثلا أول كلام دا غلط يعني مثال قلنا ما بجو يعني نقول أن قول المسلم يا أولياء الله تلحقون ولا يا رسول الله تنجدنا وتفزعنا لما نقول الكلام دا شيرك وكفر إنت كمسلم تقول لي الدليل شنو بس أنا بقول لك الدليل وأن وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وبقول لك الدليل قال الله ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه دون الله الأولياء دون الله الأنبياء كلهم دون الله هم خلق لله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطير ما بيملكوا شي ما بيد جنة ما عندهم ملك ما بسووا شي فقراء يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني أربنا الغني ذي الفقر كلون إذا كانوا أولياء وصالحين وطالحين وجن وإنس وأنبياء ورسل وملائكة إذا كان الرسول سيد البشر وخير الخلق يقول قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ما أملك لكم ضر ولا رشد فكيف لمن نقول لكم إحنا المشايخ ما بيملكوا شي ولا بيد جنة ولا بينفعوا ولا بدروا تزعل وعندنا البرهان والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا قال ما بيسمعوا قال ولو يعني فرضا ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ربنا سمى شرك إنك تنادي من دون الله دون الله الرسول ما تنادي دون الله لأن الرسول علمنا إذا سألنا نسأل الله وإذا توجهنا نتوجه إلى الله وإذا استعنا نستعن بالله ده هنا أمر بمعروف ونهي عن مكر بدليل إذن لمن تقول لا وكلامكم غلط وتبتكره الأولي هذا ما فيه ما فيه بغضي ولي ولا فيه سبل ولي ده فيه حاجة واحدة بس ده فيه حاجة وهي إحقاق الحق ويعطى كل ذي حق حقه الرسول نحبه نعظمه نتابعه ما نعبد الله إلا بيشنو إلا بيشرعه إلا بيطرقته إلا بيصراطه يعني نصلي كيف دين تابع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي نحيك كيف كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم نسكر الله كيف كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما قال في خطبة الكلام ذا في صحيح مسلم قال فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها يعني حاجة قال أنا ما سويت حدثوها جديدة من الإحداث حاجة سووها جديدة أنا ما سويت قال شر دي شر أشرش وشر الأمور محدثاتها وكلهم حدثتين بدعة فكلام النبي في صحيح الإمام مسلم ما سوى ليك ما تعبد عبادة ولا تبش ليك درب ولا طريق ما سوى النبي ما ترقص وما سوى ليك نوبة لأنه دا ما أذكر ليه لأنه دا ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم والدين ما دا إلي زيادة وما دا إلي اجتهاد وما دا إلي تنظير وما دا إلي أوراة جديدة النبي صلى الله ربنا عز وجل أنزل على رسوله صلى الله اليوم أكملت لكم دينكم الدين تم وأثممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الدين الرضاه لينا ربنا دا دين محمد وأصحابه ما فيه طرق أبدا شوف التاريخ الصحابة عندهم طرق عندهم أحزاب عندهم جماعات أبدا دا البرهان ودا الدين البنجيك البنجيك بعدين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء الأولياء احتمالكم رئيس حزب شيخ طريقة رئيس جماعة ربنا قال اتبعوا ما أنزل إليكم الذي أنزل إلينا هو الكتاب والسنة دا البي نجيك وبعدين بيسألك منه في القبر من ربك توحيدك علاقتك بالله ما دينك هل بتاخد من الكتاب والسنة ولا عندك دين تاني ما جاء في القرآن ولا السنة ما نبيك هل بتتابع الرسول وحده وبتحب وحده ولا عندك طريقة غير طريقته ودرب غير ضربه وحزب غير حزبه دا البعدين تسأل عنه ولن تكون الإجابة التي يرضاها الله إلا إذا كنت في الدنيا على صراطه المستقيم كتاب الله وسنة رسول الله وعلى مثل ما أنت عليه واصحابه قال فإن لم يستضعف بغلبي ما قدرت تتكلم بلسانك وتبين لي أخوك تقول لي الكلام بغلق ما عندك دليل خفت أنكر بغلبك وزحب إما كان المنكر لقيت في منكر في ناس بيقولوا الأولياء بيعلموا الغيب دا منكر كبير دا كفر بالمناسبة لأن الغيب دا حق الله وحده قل لا يعلمون في السماوات والأرض الغيبة إلا الله إلا الله اللي بيعلم الغيب لقيت ناس في المكان دا ولا غيره بقولوا والله الشيوخ بيعلموا الغيب وبعرفوا وبكشفوا والكشفين ما قدرت تتنكر عليهم أمش منهم بعيد وعندك الأخوك جروا مني نقول لي يا أخي الكلام دا كفر بي الله الغيب دا حق الله براء النبي سلم لما نجاري قالت وفينا رسول يعلم ما في غد بيعلم البكرة في أشنو النبي أنكر عليها دا سيد الأولين والآخرين قال ليها غيب ولا يعلموا الغيبة إلا الله فالأمر بالمعروف والنهي على المكر دا الخير ودا الذي خير الله به الأمة ودا الفضل الذي فضل الله به الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فعلى المسلمين أن يعملوا بهذا الأمر على علم وعلى بصيرة وبالحكمة وبالحسنة فهذا سبيل نجاحهم وفلاحهم ونجاتهم هذا والله أعلم